ماذا تعرف عن تصريح الإقامة والعمل في إسبانيا لحامل بطاقة الطالب؟ اليوم سنتكلم عن كيفية الحصول على تصريح العمل لحامل تصريح الإقامة للدراسة في إسبانيا حسناً، ماذا تعرف عن تصريح الإقامة والعمل في إسبانيا لحامل بطاقة الطالب؟ الإجابة هي أن هذا التصريح هو خاص بالطلبة الذين يدرسون في أسبانيا ويريدون الحصول على تصريح إقامة وعمل بالإضافة إلى بطاقة الطالب في نظرك من يمكنه بدء الإجراء هو صاحب العمل الذي يريد توظيف شخص أجنبي في أسبانيا يملك تصريح إقامة للدراسات أو البحث أو التدريب أو الممارسات غير المتعلقة بالعمل أو الخدمات التطوعية وحامل لتصريح الإقامة أو التأشيرة المقابلة وبالنسبة للشخص الأجنبي الذي تريد توظيفه أولاً يجب الحصول على التدريب وعند الاقتضاء المؤهلات المهنية المطلوبة قانوناً لممارسة المهنة ثانياً يجب أن يكون نشاط العمل متوافقاً مع النشاط الرئيسي الذي منحت الإقامة من أجله و يجب أن لا يكون الدخل الذي تم الحصول عليه ضرورياً لإعالته أو بقائه في أسبانيا فيما يخص الشركة الطالبة ماذا يجب أن تقدمه؟ يجب أن تقدم الشركة عقد عمل بدوام جزئي ومع ذلك يمكن أن يكون بدوام كامل إذا كانت مدته القصوى ثلاثة أشهر ولا يوجد نشاط تدريسي خلال هذه الفترة بأكملها محاولة إدفاء الطابع الرسمي على التسجيل في النظام المقابل لنظام الضماني الاجتماعي وأن تكون مواكباً للالتزامات الضريبية والتزامات الضماني الاجتماعي انتلاك وسائل اقتصادية أو مدية أو شخصية كافية للقيام بالنشاط والوفاء بالالتزامات المتعاهد بها في عقد العمل تكون صلاحية تصريح العمل دائماً مشروطة بتاريخ انتهاء صلاحية تصريح الإقامة للدراسات ومن الجيد للإشارة إلى أن تصريح العمل للطلاب لا يعني أننا ننتقل إلى تصريح الإقامة والعمل هناك أنواع أخرى من الإجراءات ولكننا سنستمر في الحصول على تصريح إقامة للدراسات يجب أن لا يكون ترخيص العمل هذا بدوام جزئي طالما أنه لا يتعارض مع ساعات الدراسة هذا هو حسناً هذا هو فيديو اليوم نتمنى أنه قد نال إعجابكم واستفدتم منه كثيراً لا انسوا عمل لأيك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم المهتمين واشتراك للقناة أيضاً والسلام عليكم